يتر شجد قرار دا جلجك تميلتين در ديارك اكيبين يلمشت ميلتين دستينة تالي سنقول كفى كما فعلها منديرس في الرابع عشر من ايار قبل ثلاثة وسبعين عاما هذا ما قاله الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قبل وضعة ايام امام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي في العاصمة انقرة واليوم اعلنها اردوغان صراحة خلال لقاء شبابي في مدينة بورصة سأستخدم صلاحياتي لتقديم موعد الانتخابات الى الرابع عشر من ايار اردوغان اشار الى انها ليست انتخابات مبكرة لكن الهدف منها اخذ تاريخ امتحانات الجامعات بالاعتبار مبينا ان الحملة الانتخابية ستبدأ في العاشر من اذار اي قبل ستين يوما من الانتخابات انتخابات ستجري اذا في الرابع عشر من شهر ايار بدل الثامن عشر من حزيران ويبدو ان الرئيس التركي اراد هذا اليوم لرمزيته ففي نفس التاريخ وقبل ثلاثة وسبعين عاما فاز الحزب الديمقراطي بقيادة عدنان منديرس في اول انتخابات حرة تشهدها تركيا المعاصرة وفي هذا الصدد قال اردوغان ان رد الشعب التركي على تحالف طاولة الستة المعارض سيكون في اليوم نفسه بعد ثلاثة وسبعين عاما ويضم التحالف الذي اشار اليه اردوغان ستة احزاب معارضة ويقود الطاولة حزب الشعوب الجمهوري بقيادة كمال كيلشدار اوغلو اللافت ربما نعت اردوغان للاحزاب الستة وقاداتها بالمتملقين للانقلاب والتواقين لحكم الوصاية وغير الاكفاء هي انتخابات ليست كسابقاتها وقد تغير وجه المنطقة وشكل التحالفات على مستوى الشرق الاوسط والعالم وعلى الرغم من ترويج الاحزاب المعارضة لفرضية فوزها في الانتخابات الا انها لم تتمكن حتى هذه اللحظة من تقديم مرشح واحد منافس لاردوغان في انتخابات اقل ما يقال عنها مصيرية